جولة جديدة من صراع الاستحواذ على البلاد تخوضه السعودية ضد اليمنيين في المهرة خلال يومين من التصعيد ورفض الشعبي لمحاولة السيطرة العسكرية للقوات السعودية على منفذ شحن الرابط بين اليمن وسلطنة عمان عشرات المدرعات العسكرية تحمل جنود سعوديين وقوات من الموالين لها اقتحمت منفذ شحن في ظل تحليق مكثف لطيران الأباتشي بعد انسحاب رجال القبائل من المنفذ بناء على وسطات قبلية وتوجيهات رئاسية حالة من السخط تسود أوسط الفعاليات الشعبية في المحافظة جراء التصعيد العسكري السعودي في اطار مساعيها لاحكام سيطرتها على المحافظة وقمع الرفض الشعبي ومحاصرته سيطرت السعودية اخيرا على المنفذ الرابط بين اليمن وعمان تحت شعار ايقاف التهريب والذي تستفيد منه ميليشيا الحوثي ولكن مراقبين يرون ان الهدف الحقيقي من هذا العمل ليس سوى تحقيق السيطرة على المحافظة التي يمكن ان تكون منفذا سعوديا الى البحر العربي تدخلت السعودية في اليمن قبل نحو خمس سنوات تحت شعار مواجهة ميليشيا الحوثي واعادة الشرعية وفي حين تبدو الحرب الان مع ميليشيا الحوثي وقد غطاها النسيان ذهبت السعودية الى ادراجها للبحث عن اهدافها القديمة في اليمن فوجدت المنفذ الى البحر العربي وقد اصبح اخيرا حلما قابلا للتحقيق في ظل سيطرتها على السلطة الشرعية وتحكمها بكامل تفاصيل المشهد اليمني على الجهة المقابلة تبدو الشرعية وهي في حال غير قابل للفهم فبينما يوجه وزير الداخلية السلطات الامنية في المحافظة بعدم ارسال اي قوات عسكرية لمنفذ شحن يوجه نائب رئيس الجمهورية السلطة المحلية والعسكرية في المهرة بالتعاون مع القوات السعودية وتسهيل سيطرتها على المنفذ تستثمر الرياض في حالة التيه والعجز التي تعيشها السلطة الشرعية ومن خلالها يتم تمرير كل مشاريع الاستحواذ التي تبنيها السعودية والامارات في المناطق المحررة في حين تبدو الحرب ضد ميليشيا الحوثي وقد اصبحت جزءا من التاريخ